تظاهرات كثيرة ملأت هذه الساحة في مجد الشمس منذ الاحتلال الأولى كانت جنازة رمزية للرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومن هنا انطلقت انتفاضة عام 82 لكسر قرار الضم الإسرائيلي ورفض الجنسية جولان التاحية لسوريا الآبية في الجولان السوري المحتل يحيون الذكرى الأربعين للإضراب الكبير حاصرهم الاحتلال ستة أشهر في قراهم ولم يخدعهم نحن شعب سوري وأرضنا شوريين وهوانا المتنفس وهو سوري وانتمائنا لوطنا سوري نحن ما نبدلش عنه بهوية إسرائيلية ولا بجنسية إسرائيلية حتى اليوم؟ حتى اليوم وحتى للموت يعني على وقع النشيد الوطني السوري يلتق السوريون على جانبي الشريط الفاصل ليقولوا نحن سوريون رغم كل مشاريع الاحتلال الإسرائيلي أكيد في غصة بقلب كل إنسان أنه مش قادر يتواصل مع أهله هناك ومع وطنه ومع بقيت جسمه شو بتتمني كسورية تحت الاحتلال الإسرائيلي؟ بتمنى التحرير لكل الأراضي العربية مش بس للأراضي السورية المحتلة لكن لكل الأراضي العربية الاحتلال لم يتغير يوميا في مؤامرات على المناطق العربية بكل المناطق العربية فالاحتلال باقي احتلال ويجب علينا أن نتصدى للاحتلال ولا نعلق آمالا أبدا على المنظمات الدولية لأن المنظمات الدولية تخدم الاحتلال في إطار ما أسمته الهدف الاستراتيجي رصدت الحكومة الإسرائيلية مليار شيكل في جلسة لها عقدتها قبل نحو الشهر على أرض الجولان لمضاعفة أعداد المستوطنين خلال ثماني سنوات فضلا عن مشاريع استغلال الموارد الطبيعية وسلبها هنأم حميد الجولان السوري المحتل الميالين